برضو من ضمن المستجدات ومن ضمن الكواليس اللي حصلت في نادي الأهلي مبارح مبارح الأمريكي بان هاربرج وهو طبعا واحد من أبرز ملاك نادي قادش الإسباني زار النادي الأهلي مع عائلته وكان في استقباله المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وكان معهم كمان الدكتور سعد شربي المدير التنفيذي تفقدوا مقر النادي الأهلي بالجزيرة وأبدأ إعجابه الشديد بالتطور الكبير للبنية التحتية وبكل ما يملكه النادي من ملاعب وتجهيزات تضاهي الأندية العالمية تحدث عن تطلعه كمان لتعزيز مجالات التعاون بين الأهلي ونادي قادش الإسباني خلال الفترة القادمة وتبادل الخبرات والزيارات خصوصا على صعيد فرق الناشئين وكمان إتاحة الفرصة للعابين المصريين للاحتراف في الأندية الإسبانية ودي نقطة في المتال الأهمية وأيضا التعاون فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي ما بين الناديين عرض كمان بين هاربرج صاحب الحصة الأكبر من عدد الأسهم في النادي الإسباني إمكانية تنظيم ماتش ودي بين النادي الأهلي وفريق قادش في أسبانيا خلال الفترة المقبلة على أن يتم الترتيب لهذه المباراة وفقا لارتباطات الجانبين في ظل العمل على استثمار العلاقات القوية اللي بتجمع بين نادي قادش الإسباني وبين النادي الأهلي المصري في ختام زيارته قام المهندس سراج الدين بإهداء درع وعلم النادي الأهلي إلى هاربرج واللي عبر طبعا أكيد عن اعتزازه وتقديره الكامل للعلاقة اللي بتربط ما بين الناديين وإن شاء الله خير وينتج عنها مستجدات تفيد بصفة خاصة بين قوسين كده فرق أو قطاع الناشئين دي حاجة في المنتهى الأهمية رائع جدا